نشط مفصل الأخبار من الميادين نستهلها بالعنوين هذا العلم الذي يرفع لأول مرة في هذه البلدة بعد حوالي سبع سنوات تقريبا الجيش السوري يرفع العلم الوطني وسط داعي البريف درعا ومسلح بصر الشام يوافقون على التسوية مع الحكومة السورية صنعاء تنفي إيقاف التحالف السعودي حملته العسكرية على الساحل الغربي وتؤكد أن أعلان الإمارات محاولة لكسب الوقت ترامب يهدد بمعاقبة الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع طهران ويتهم أوبك بالتلاعب بسوق النفط جوليا تحيي المقاومة بوجه الاحتلال في عملها الجديد إلى النصر هيا وزياد بطرس الميادين هذا العمل أحد أوجه النضال أهلا بكم أعلن الأعلام الحربي أن المسلحين في مدينة بصر الشام بريف درعا الشرقي وافقوا على المصالحة مع الحكومة وسيبدأون بتسليم أسلحتهم تمهيدا لدخول الجيش السوري إلى المنطقة يأتي ذلك بعد رفع العلم السوري في مدينة داعل ديما نصيف استئناف الحياة في داعل بعد طول انقطاع المشهد الذي قطعته الحرب لسبع سنوات عاد ليتصل ثانية في حياة المدينة العلم السوري في ساحتها الرئيسية والشرطة العسكرية الروسية نشرت عناصرها لتأمين المصالحة التي سعى إليها الوجهاء بعد استردادهم قرار المدينة بشور كناكري أول المتمردين وحاملي السلاح في داعل وأول العائدين إلى المصالحة بعد التعهد بإلقاء السلاح مع عشرات هجروا القتال بعد مصالحة إطع القريبة وتقدم الجيش السوري في أرياف درعا الشرقية أم هيام وبقلق البوح عما عانته طوال السنوات الماضية تتحدث للكاميرا بعد تردد طويل المجموعات المسلحة قتلت وصفت العديد من لجان المصالحة التي حاولت على مدى عامين تحييد المدينة لكن التسويات في إطع والإحراك وغيرهما وانسلاخ البيئة الحاضنة بعد سنوات الحرب الطويلة حاصرت أمراء الحرب وأجبرتهم على التسوية هناك انهيارات دراماتيكية للمجموعات الإرهابية المسلحة فهي تتهاوى بسرعة وتعود القرى والبلدات إلى حضن الوطن الواحدة تلو الأخرى داعل المدينة التي دفعت ثمن موقعها الاستراتيجي على خطوط إمداد المسلحين في أرياف درع الشرقية والغربية الحياة تدب فيها مجددا على وقع الاحتفالات وعودة الدولة بانتظار عودة محيطها أيضا لاستكمال التسويات وتصليبها فوداعل صفحة الحرب لتبدأ صفحة جديدة وفي هذه الساحة التي لطالما رفعت علم المسلحين اليوم يرفع العلم السوري لأول مرة بعد سبع سنوات لتعود داعل مرة جديدة إلى الحياة وإلى أهلها من بلدة داعل بريف درع الشمالي ديما ناصيف الميادين وزير الأمن الإسرائيلية فيكدور لبرمن توعد بأن إسرائيل سوف تتحرك على الفور إذا لاحظت محاولات لإيران وحزب الله للحصول على موطئ قدم في سوريا وفي اتصال مع وزير الدفاع روسي سيرجيش ويغو قال لبرمن إن هدف إسرائيل هو أخراج القوات الإيرانية وحزب الله من سوريا على حد تعبيره فيما يواصل الجيش السوري تقدمه في جبهة الجنوب أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إرسال تعزيزات مؤللة من الدبابات والمدفعية إلى الحدود السورية في منطقة الجولان المحتل الجيش وصف الخطوة بالإجراء الاحترازي بعد احتدام المعارك بين الجيش السوري والجماعة المسلحة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية جادي آيزنكوت أعرب عن تخوف إسرائيل من اقتراب ألاف اللاجئين السوريين من حدود إسرائيل صحيفة يدعو تحرنوت أشارت إلى أن آيزنكوت وخلال لقائه نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد في واشنطن شدد على ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية وضرورة التنسيق الأمريكي الإسرائيلي المشترك لخطوات هجومية أخرى في سوريا لمنع أي وجود إيراني وفق ما نقلت الصحيفة عن آيزنكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنيه أعرب عن قلقه من التطورات في الجنوب السوري تحت عنوان ضرورة العمل على منع القوات الإيرانية والقوات الموالية لها من التموضع عسكريا في أي جزء من الأراضي السورية بينما تضرب الولايات المتحدة النظام الإيراني اقتصاديا نحن نعمل على منع القوات الإيرانية والقوات الموالية لها من التوضع عسكريا في أي جزء من الأراضي السورية وسنواصل فعل ذلك أما في جنوب سوريا فسنواصل الدفاع عن حدودنا سنقدم المعمونات الإنسانية بقدر ما نستطيع ولن نسمح بالدخول إلى أراضينا وسنطالب بتطبيق اتفاقية فك الاشتباك من العام 1974 مع الجيش السوري بحذافيرها حذر كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارتشي من تبعات دخول سفينة أمريكية محملة بالمواد الكيميائية إلى ميناء أحدى دول الخليج شكارتشي قال أن الأمريكيين باتوا يلجأون إلى إيجاد ذراء على استمرار وجودهم غير المشروع في المنطقة وتحديدا في العراق وسوريا ورأى أن الكشف عن السفينة الأمريكية راي كيب دليل على أن الهجمات الكيميائية السابقة في العراق وسوريا كانت بتخطيط وتوجيه من الأمريكيين كما أعلن أن إيران تملك تفاصيل كاملة عن هذه السفينة بما في ذلك المواد الكيميائية التي تحملها وطاقمها في لبنان عبر نحو مئة سوريين الحدود باتجاه سوريا عائدين إلى منازلهم في معظمية الشام بريف دمشق اختار هؤلاء العودة إلى وطنهم على خط مئات العائدين خلال الأسابيع الماضية بعد استثباب الأمن في المناطق التي يتحدرون منها فيما غالبت هذه السيدة دموعها بانتظار انتهاء موظفي المفوضية السامية في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تلقيح الأطفال العائدين مع أهلهم من لبنان إلى سوريا وتحديدا إلى معظمية الشام حيث منزلها كانت حماسة نايا الطفلة التي ولدت في لبنان خلال سنوات نزوح والديها إلى البقاع الأوسط تمنعنا من إجراء مقابلة مع والدتها مشهدان يجسدان فرق الوعي بتجربة النزوح بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا لكن فرق الوعي هذا تذيبه لحظة الفرح الجماعي بقرب إغلاق فصل صعب من حياة هؤلاء العائدين كان عنوانه النزوح كأن لسان حال البقين في لبنان يقول للعائدين أنتم صابقون ونحن لاحقون لأنه تعبنا لأنه بنرجع بلدنا على وطننا حاجة بكفي شكرا لشعب لبناني والحكومة اللبنانية اللي استضافت أهلنا سواء كانوا من المعظمية أو من غير المعظمية من أي منطقة من مناطق سوريا شكرا كثير إنهون ما أصروا كفوا وفوا إن شاء الله بس أنا الآن للعودة الكريمة إلى سوريا إلى كل لاجئ إلى قريته بالتحديد السلطات في كل البلدين قدمت تسهيلات كبيرة واستثنائية لتأمين عودة الراغبين بالعودة إلى سوريا بالتوازي مع انطلاق مبادرة مدنية من لبنانيين وسوريين لحث النازحين على العودة إلى مناطقهم الآمنة التي أعيد تأهيل بناها التحتية بما يسمح بالحياة الطبيعية فيها بعد إخلائها من الإرهابيين أنا بلاقي إنجاز إذا ثلاث أشخاص وعبكرة بيصيروا ستة وبعبكرة بيصيروا أكتر وأكتر وأكتر هذا بلاقي إنجاز أنا مش هبشتغل على أعداد معين للمشريين فيدي بنشي بالعكس هذا إن شاء الله بيكون حافز زي يكون الأرقام بالألافات والملايين وبدلوا يروحوا يجول عنها بشكل سلمي بشكل صحيح منذ لسان أبريل الماضي عبر نحو ألف سوري الحدود باتجاه الوطن هذه المرة فيما يتسارع التنصيق بين البلدين لتسوية أوضاع رغبيرة بالعودة إلى وطنهم من أصل نحو مليون ونصف مليون سوري نزحوا إلى لبنان منذ عام 2011 سبت سنوات تقريبا من النزوح القصري تنتهي بالعودة الطوعية لعشرات العائلات النازحة من سوريا إلى لبنان يعودون إلى مناطقهم الآمنة محملين بأمال عريضة أن تشهد كل جغرافيا وطنهم الاستقرار سريعا ليعود إليها كل أبنائها ملك خالد الحدود اللبنانية السورية الميادين وعلى الحدود مع سوريا أنجزت قيادة قوات حرس الحدود العراقية أعمال نصب سياج حديدي فاصل تمهيدا لوضع كاميرات حرارية عليه للحد من عمليات تسلل الإرهابيين قائد قوات حرس الحدود العراقي حامد إبراهيم أشار إلى البدء بخطوات لتعزيز كل الحدود بدءا من المثلث السوري الأردني العراقي بعد التشور مع رئيس الوزراء حيدر لعبادي وعرض البرنامج عليه وفي شمال شرق ديالا أعلن الحجد الشعبي تدمير خمس مضافات وضبط بزات عسكرية لتنظيم داعش قائد محور الحجد في ديالا طالب الموسوي أشار إلى أن المضافات التي تضم مواد لوجستية للتنظيم دمرت في خلال عملية تمشيط وملاحقة فلول داعش في المنطقة هذا وعد تفجير انتحاري استهدف مخازن تحوي صناديق الاقتراع الخاصة بمحافظة كاركوك إلى إصابة 14 شخصا بيان للقوات الأمنية تحدث عن اطلاق نار على المهاجم الانتحاري قبل وصوله إلى المخازن ما أدى إلى اقتصار الأضرار على باب المخازن الرئيسي نبقى في العراق حيث انتهى عمر البرلمان الحالي على الرغم من المحاولات الحثيثة لتمديد ولايته إلى حين الانتهاء من أعلان نتائج الانتخابات محمد الفهد رسميا انتهى عمر البرلمان العراقي وفق الدستور الذي حدد عمل السلطة التشريعية بأربع سنوات غير قابلة للتمديد المحاولات الاقتراح بند التمديد للمجلس النيابي بقدر عمر الحكومة لم تفلح العراق بات بلا مجلس نواب لتشريع القوانين وبانتظار حسم نتائج الانتخابات لتسمية البرلمان الجديد فيما تعلق بتمديد عمر البرلمان معلوم للجميع بأن الدستور سكت عن إمكانية التمديد من عدمه فلذلك لجأنا إلى قرارات المحكمة الاتحادية قرارات المحكمة الاتحادية السابقة كانت تؤكد بأنه لا يجوز التمديد بأي شكل أربع سنوات مضت كان فيها مجلس النواب مسرحا لانقسامات داخلية حول القوانين حسم بعضها ورحلت أخرى إلى الدورة البرلمانية الجديدة المعارضة البرلمانية هي الأخرى لم تتبلور طيلة السنوات الأربع والتي تعد من أهم أركان تقويم عمل الحكومة يعني الأربع سنوات الماضية من عمر البرلمان العراقي هي أنا أتصور كانت غير جيدة وغير يعني مثمرة للعراق كبرلمان جاء نتاج لإرادة الشعب وبالتالي أن تعود قراراته إلى منفعة الشعب ويحسب لمجلس النواب العراقي بعض القرارات المفصلية وعلى رأسها الحفاظ على وحدة العراق وتعديل قانون الانتخابات المثير للجدل وقوانين تتعلق بالأمن ومحاربة الإرهاب بينما يحسب عليه عدم وضع قوانين لمحاربة الفساد وغيرها من القوانين الأخرى غياب وحدة السلطات في العراق سيؤدي إلى حدوث خلل في نظام الحكم هكذا تصف هيئة رئاسة البرلماني انتهاء الدورة التشريعية الحالية لكن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فراغا تشريعيا تملأه حكومة تصريف الأعمال ومحكمة اتحادية لها القرارات المفصلية محمد الفهد بغداد الميادين نفى مصدر في وزارة الخارجية اليمنية في حكومة صنعاء صحة تصريحات وزير الشؤون الخارجية الإماراتي بشأن إيقاف التحالف السعودي حملته العسكرية على الساحل الغربي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف غالب لقمان أكد أن المعارك في الساحل الغربي مستمرة وقال إن أعلان الإمارات محاولة لكسب الوقت بهدف المزيد من التحشيد وإعادة تجميع قواته المقطعة الأوصال نقل مراسل الميادين عن مصادر أممية أن مبعوث الأمم المتحدة مارتين جريفث سيصل إلى صنعاء اليوم للقاء قيادة حركة أنصار الله المصادر أعلنت أن مباحثات جريفث ستتناول الوضع في الحديدة ووقف العمليات العسكرية أريد للعمليات العسكرية في الحديدة أن تؤسس لمنعطف حاسم في مسار الأزمة في اليمن لكن محاولتهم الفاشلة أسقطت ورقة التوت الأخيرة التي كانت تحالف السعودي الإماراتي يطلط خلفها مدعياً القدرة على تحقيق التفوق العسكري في وقت قياسي أكثر من ثلاثة أسابيع لم تكن كافية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض لا الأعلام المدروس للتحالف ولا أذرع براطورياته في مختلف المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي تمكنت من تأكيد حسم المعركة لصالح قوات التحالف التي عاودت قصف مطار الحديدة الصمود اليمني غير المعادلة الإمارات أعلنت أنها أوقفت مؤقتاً العملية العسكرية في الحديدة من أجل إفساح المجال أمام جهود مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفث لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة من دون شروط كما قالت وفي تغريدة على تويتر لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور جرغاش قال إنه إذا فشلت الجهود الدبلوماسية فأن الضغط العسكري المستمر سيؤدي إلى تحرير المدينة وإجبار أنصار لا أعلن انخراط في مفاوضات جدية وتطالب الإمارات بالانسحاب الكامل من ميناء ومدينة الحديدة وفقاً لما تقول إن قرار الأمم المتحدة 2216 ينص عليه لكن رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أكد أن بلاده لم تعد تحت البند السابع وأن الجيش واللجان الشعبية أوصلوا مجلس الأمن الدولي إلى قناعة تامة بأنه لا حل في اليمن سوى الحل السياسي حل سياسي نسفه الإماراتيون والسعوديون بعمليتهم بعدما كان جريفث سائراً في المفاوضات وهو يعود مجدداً إلى صنعاء للقاء قادة أنصار الله اعتقدت أبو ظبي ومعها الرياض بقدرتهما على السيطرة على الميناء وإخضاع الساحل الغربي كله لسيطرة قوات التحالف الذي تتزعمانه كان الهدف ضرب الجيش اليمني واللجان معنوياً وعسكرياً لدفعهم إلى مائدة المفاوضات والقبول بشروط الاستسلام لكن الجيش اليمني وأنصار الله يؤكدان أن الاستسلام ليس في قاموسهم عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله ضيف الله الشامي رأى أن أعلان الإمارات يأتي في إطار الهزائم التي منيت بها في الحديدة وللخروج بماء الوجه من هذه المعركة التي لم تحقق مبتغاها هذا الإعلان هو يأتي في إطار الهزائم المتوالية التي منيت بها دويلة الإمارات في الساحل الغربي والتي أعطت المعركة هالة إعلامية وحرب نفسية كبيرة جداً جعلت العالم بأكمله يلتفت إلى هذه المعركة وكأنها ستتحقق نصراً لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وأبناء الجيش واللجان الشعبية الذين تفدوا بكل بسالة وبكل صمود لهذه المعركة أوقعوا خسائر كبيرة جداً وقطعت أوصالهم وأحرقت مدرعاتهم وقتل عدد منهم وحصرت الكتائب فاضطرت الإمارات إلى التهيئة الإعلامية لمحاولة الخروج من هذا المستنقع الذي تورطت فيه عبر الاجتماع عبر التحالف لوزراء إعلام دول العدوان وبعد ذلك الحديث عن المناطق التي يقولون أنهم حرروا أصبحت محاصرة بالألغام اليوم يقولون بأنهم يعملون عملية إيقاف مؤكد ومع ذلك هذا يأتي فقط من عجل الخروج بما الوجه الشامي تحدث عن وضوح مطالب جماعة أنصار الله أمام المبعوث الأممي بشأن ضرورة إيجاد حل كامل وشامل وإيقاف العدوان على اليمن والدخول في مفاوضات وعدم فصل الحديدة عن باقي المعارك اليمنية المساعدة الأممية هي تحاول أن تقرب الجميع إلى طاولة الحوار ومع ذلك الأمور واضحة والأمور مفهومة ونحن قلنا له وتم الحديث معه بأن هناك لابد أن يكون إطار حل كامل وشامل لكل القضايا اليمنية وإيقاف هذا العدوان والدخول في مفاوضات يمنية يمنية برعاية الأمم المتحدة وأن تكون هناك لا يكون هناك جزء يتجزى كما يحاول البعض أن يصور معركة الحديدة أنها جزء منفصل عن بقية المعارك والمناطق في اليمن زر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سلطنة عمان في خطوة لم يعلن عنها سابقا والتقى نظيره العماني يوسف بن علوي في مدينة صلالة الخارجية الإيرانية أشارت لأن زيارة ظريف تأتي في إطار المشاورات المنتظمة بين مسقط وطهران زيارة ظريف لعمان تأتي عشية مرافقته الرئيس الإيراني حسن روحاني في جولة أوروبية تشمل سويسرا والنمسا وفي رسالة إلى الأمين العامي لمنظمة أوبك قال وزير النفط الإيراني إن أي زيادة في إنتاج النفط مخالفة للتعهدات المنصوص عليها سابقا وستشجع الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات ضد إيران تطورات جاءت وسط استعدادات إيرانية لمواجهة العقوبات الأمريكية المرتقبة حازم كلاس في الطريق نحو تحديد مصير الاتفاق النووي يبدو النفط أكثر العوامل حسما الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطها للحيلولة دون بيع إيران نفطها وطهران تنتظر تعهدات أوروبية بالتحديد لضمان استمرار تدفق صادراتها النفطية وبين الاثنين تتأرجح مواقف دول بين حاجتها للنفط الإيراني وامتثالها للضغوط الأمريكية وسط هذه الأجواء تعلن طهران دخولها نادي مصدري البنزين بافتتاحها المرحلة الثانية من أكبر مصفات نفط في العالم جنوب البلاد وتعلن عن خطوة مهمة تسمح للشركات الخاصة بتصدير النفط الخام قرار أمريكا حظر بيع النفط الإيراني يندرج ضمن الحرب النفسية كما أن السعودية لا يمكنها زيادة الانتاج النفطي وضخ ملايين عديدة من براميل النفط إلى السوق العالمية كل دولة تريد أخذ حصة إيران ترتكب خيانة ضد الشعب الإيراني والمجتمع الدولي لقد أجرينا محادثات مع الدول الصديقة وأوجدنا وسائل لبيع النفط وسيتم عرض النفط الخام الإيراني في البورصة الداخلية وسيتمكن القطاع الخاص من شراء النفط وتصديره إلى الخارج مخاطبة منظمة أوبيك طهران تعترض على سلوك السعودية وعدم التزامها بمقرارات المنظمة هذا في التعاطي مع الخارج في الملف النفطي أما داخليا فتبدو أروقة المؤسسات الإيرانية كخالية نحل إعلان عن تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة لدراسة قائمة زبائن النفط الإيراني وطريقة تسلم إيران عائداتها إضافة إلى البحث عن بدائل مطمئنة من الطبيعي أن تتعاون أمريكا والسعودية ضد إيران في هذه المرحلة لكنني لا أعتقد أن السعودية قدرة على زيادة إنتاجها أكثر من 500 برميل وبالنسبة لنا كقطاع خاص لقد أعددنا العدة للمرحلة المقبلة لمواجهة العقوبات وإذا منحتنا الحكومة ثقتها فإننا قادرون على حل أكثر من 50% من المشاكل ولدينا علاقات واسعة لو لم يكن الاتفاق النووي لما رفعت العقوبات عن الاقتصاد الإيراني ولا سيما النفط والعكس صحيح واليوم فيما يبدو الاتفاق النووي مهددا تبدو الحرب النفطية إن صح التعبير على أشدها حرب ميدانها نفط يتكئ الاقتصاد الإيراني عليه وساحاتها السياسة ومصالح الدول حازم كلاس طهران الميادين وزير الداخلية الإيرانية عبد الرضا رحماني فضلي نفى سقوط قتلى في الاضطرابات التي وقعت في مدينة خرم شهر غرب البلاد فضلي قال إن الاحتجاجات يتم توجيهها عن طريق دعاية يطلقها انتهازيون ما قيل عن سقوط قتيل في خرم شهر ليس وقعيا لقد أصيب شخص واحد بجروح وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر أطلاق النار الذي حدث في المدينة لو كان هناك ترخيص بالاحتجاجات ونظمت بشكل آمن لما كان هناك مشكلة في ذلك وفق القانون الإيراني التظاهرات التي يلجأ منظمها إلى الشوارع من المؤكد أنها ستخرج عن السيطرة ودائما ما يكون هناك أشخاص محرضون داخل التظاهرة من أجل مفاقمة الأوضاع على الأرض هذه الاحتجاجات يجري توجيهها عن طريق دعاية التي يطلقها بعض الانتهازيين الذين نتعامل معهم كأعداء وقد لخصتم كيف تتأجج مثل هذه الحوادث بسرعة في وسائل الإعلام الأجنبية وعلى الإنترنت هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران وفي لقاء مع قناة فوكس نيوز الأمريكية قال ترامب أن الممارسات التجارية للاتحاد الأوروبي تسبب الأذى للولايات المتحدة بمقدار ما تسببه الممارسات التجارية للصين الاتحاد الأوروبي سيء كالصين لكن على مستوى أصغر انظروا ماذا يفعلون في مجال السيارات هم يوردون السيارات إلى الولايات المتحدة لكننا في المقابل لا نستطيع إدخال سياراتنا إلى دول الاتحاد انظروا إلى ما فعله الاتحاد بفلاحينا الاتحاد الأوروبي لا يريد منتجاتنا ويحمي منتجات دوله ومزارعيها لكننا لن نستطيع أن نحمي مزارعنا في المقابل ترامب تهم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك بالتلاعب بأسواق النفط العالمية وطالب السعودية والدول الأخرى بزيادة إنتاجها النفطي لتعويض أي نقص بخصوص أسعار النفط فأن منظمة أوبيك تتلعب بأسعاره ومن الأفضل لها أن توقف ذلك لأننا نوفر الحماية لمعظم دول المنظمة أوبيك تؤثر في أسعار النفط وقد سمحت برفعها أقل مما كنا نتوقع وبرأيي هذا سيقلل من معدل إنتاجنا للنفط بمعدل مليوني برميل رودي جولياني مستشار ترامب شرع إلى أن التحول الأخير نحو إعادة فرض عقوبات على طهران يرمي على نحو مباشر إلى تغيير النظام كلام جولياني جاء في خطاب له أمام مؤتمر لمنظمة مجاهد خلق قال فيه أن على أوروبا انتخجل من نفسها أعتقد أننا واقعيون في القول أننا قادرون على رؤية نهاية النظام في إيران حين توقف القوة الاقتصادية الأكبر في تاريخ هذا العالم العمال التجارية مع أي بلد سيحصل انهيار اقتصادي من النوع الذي نشهد في إيران اليوم والأمور ستزداد سوءا وأضمن لكم أن العقوبات ستزداد أكثر وأكثر وأكثر فاصل قصير ونواصل النشرة أهلا بكم من جديد رأى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيسة آفي دختر أن الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي تطلق من غزة إلى إسرائيل يمكن أن تقود إلى تجدد صراع مفتوح دختر أكد أن إسرائيل ستوقف الطائرات الورقية الحارقة حتى لو تطلب ذلك اغتيال قادة حركة حماس محذرا من الذهاب إلى طريق الحرب من دون دراسة متأنية الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمه رأى أن الإدارة الأمريكية تحاول تنفيذ صفقة القرن خطوة خطوة وفي مقابلة مع الميادين ضمن برنامج حوار الساعة أشار إلى أن هذه الإدارة تتعاون مع إسرائيل ومع دول وأنظمة عربية تعمل على تحريك هذه الصفقة نعلم جيدا أن الإدارة الأمريكية ترمبية تواصل محاولاتها تنفيذ صفقة القرن خطوة خطوة سواء بأشكال علنية أو بأشكال غير علنية مع الأعدو الإسرائيلي وبالتحديد مع ناتنياهو وفريقه وكذلك الحال مع مجموعة من الدول العربية كلها ستصبح باتجاه تحريك صفقة القرن أكثر فأكثر حواتم يحمل كل من فتح وحماس مسؤولية تعطيل المصالحة لا فتح إلا أن الطرفين لم ينفذ أكثر من 15 اتفاقا ثنائيا إلى جانب عدم التزامهما بالاتفاقات الخمسة بين 14 فصيلا فلسطينيا وبقرارات المجلسين المركزيين في مقدمة أوراق القوة بيدنا بيد شعبنا الفلسطيني في مقدمتها أن نعزد ونطور أكثر فأكثر مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة وعلى قطاع غزة الشجاع وأيضا أن نطور ونكثف الجهود الجارية الآن في مسيرات رامالله ونابلس وطول كرم التي قمعت على يد أجهزة الأمن الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة الأخ محمود عباس أبو مازن أن نطورها التي تدعو ارفع العقوبات عن قطاع غزة فك الحصار عن قطاع غزة أكد الناتق الرسمي باسم لجان المقاومة محمد لبريم أبو مجاهد أن إيران قدمت دعم للشعب الفلسطيني ومقاومته أبو مجاهد قال أن التصريحات المتحدثة باسم حركة فتح وسام القواسم حول دعم إيران للشعب الفلسطيني غير صحيحة وشد أعلى ضرورة تقديم الشكر لطهران على ما تقدمه بدل الافتراء عليها وفي إطار أساليب الفلسطينيين الخاصة بالتعبير عن تمسكهم بالمقاومة بكل أشكالها أدى عدد من الشبان الفلسطينيين الدبكة الشعبية على حدود قطاع غزة الشرقية ضمن فعليات مسيرة العودة الكبرى موسيقى تقع مدينة بيتلاهي شمال قطاع غزة يحدها من الغرب البحر ومن الشمال الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي الروايات اختلفت حول سبب تسمية المدينة إلا أنها ارتبطت طويلا بتاريخ فلسطين على مر الزمان المدينة كغيرها من مدن فلسطين وبلداتها لم تنجو من إجراءات الاحتلال التعصفية أحمد شلدان هي واحدة من البلدات الفلسطينية القديمة التي لا تزال شاهدة على الحقب المتعاقبة التي حكمت فلسطين بيتلاهي شمال قطاع غزة تاريخ عريق تميزه بعض الشواهد إضافة إلى طبيعة الجغرافيا والعدات والتقاليد موسيقى على مساحة حالية تتجاوز الأربعة عشر ألف دنم تتربع ثاني أقدم قرية في فلسطين قبل النكبة والتي أصبحت فيما بعد مدينة يقطنها نحو تسعين ألف نسمة موسيقى بيتلاهي والتي يجاورها البحر من جهة الغرب لطالما ارتبط اسمها بتاريخ فلسطين على مر الزمان هناك حوالي أربعة عشر ألف دلم في تحت نير الاحتلال من أراضي مدينة بيتلاهي تطريصها مختلفة فهي كثبان رملية استطاع المزارعون والأجدادنا إصلاح هذه الأراضي بيت الآلهة أو بيت اللهو اختلفت التسمية التاريخية لهذه المدينة والتي تعود إلى العصور الرومانية وعلى قدمها إلا أن بعض الأثار ما زالت شاهدة على الحضارات المتعاقبة تتجاوز الأربعة آلاف عام وبعض المعالم الإسلامية التي جاوز عمرها الخمسة قرون البعض قال أنه بيت لاهي من بيت الآلهة ونظرا لكثرة الآلهة والمعابد وأنا أعتقد أنه هذه التسمية جاية تحريف من قرية قديمة رومانية في المنطقة كانت كانت اسمها بيتوليون وهذه القرية قرية عريقة جدا الآن موقعها تقع شرق بلدة بيت لاهي نصف المساحة الخضراء فقدتها هذه المدينة التي تعتمد على الزراعة جراء الزحف العمراني ورغم هذا إلا أنها لا تزال تشتهر ببعض المحاصيل الزراعية أبرزها التوتو الأرضي أما الحياة هنا فهي وانقصت إلا أنها عامرة تلخصها الحركة في شوارعها فأصحاب الأرض متمسكون بها كما أجدادهم تماما أحمد شلدان غزة الميادين وسط كل ما تشهده المنطقة من احتلال وإرهاب وصمود للمقاومة في وجه كل التحديات في كثير من البلدان العربية التي تتعرض للاحتلال والإرهاب والعدوان قدمت الفنانة اللبنانية جوليا بطرس عملا فنيا جديدا تحت عنوان إلى النصر هي عمل يحاكم مجددا الشارع العربي المقاوم لكل أشكال المؤامرات والاعتداءات من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق على وقع تاريخ يكتب في فلسطين وأكنافها تجدد الأغنية السياسية الملتزمة شبابها جزءا أساسيا في معركة التحرير منذ عقود في وجه سفقات دولية لتصفية القضية الفلسطينية هنا دعوة لانتصار كهذا لا بل أجمل تطلقها جوليا بطرس في أغنيتها الجديدة عبر الميادين منذ تحرير الجنوب اللبناني بات في المنطقة أجيال عابرة للأعمار والحدود تؤمن بلغة واحدة لغة تتجلى في الأغنية إلى الحرب سرنا الشهادة اختبرنا عليك انتصرنا في كل مكان من غارة شمس الحق ونحن الثورة والغضب إلى أطلق نيرانك وغيرها ثالوث شعري موسيقي غنائي هو جوليا بطرس وزياد بطرس ونبيل أبو عبدو يقدم اليوم أغنية تجدد تحديد أدوات المواجهة وأساليبها السلاح نفسه الذي حرر لبنان ويصوغ المعادلات في غزة والمأمول وصوله إلى الضفة تراه جوليا في أغنيتها توأما لسلاح حرر حلب والبادية السورية وأعاد وصل الحدود على قاعدة سيادة الدول وأعاد كسر الحدود على قاعدة وحدة القضايا وجوهرها فلسطين سلاح يقف في وجه سرطانات المنطقة من احتلال وتكفير وفتن مذهبية سلاح حرر جرود لبنان وقطع طريق التنظيمات الإرهابية إلى عمقه نحن للقضية كلنا ولا بالبل والمهانة سنترد الأعداء إنها قوافل الشهداء النجوم المضافة إلى السماء من هذه البلاد التي يواجه أهلها فضاعات الاحتلال نيابة عن العالم كما يقول كثيرون السماء التي ضمها الاحتلال ساحة مباحة لطائراته عادت لتنتقم من طائراته وطياريه في الشهور الأخيرة والأرض التي أمعنت فيها التنظيمات المتفرفة فسادا وقتلا وهدكا للتاريخ والحضارة عاد جزء كبير منها اليوم بنصر إقليمي لا تزال حروفه تكتب وتغنى الملحل اللبناني زياد بطرس قال إن عمل إلى النصر هيئة في إطار الخط الذي تم البدء فيه لتوجيه البوصلة وفي حديثا للميادين أكد بطرس أن النصر الكبير ضد الإرهاب عاد توجيه البوصلة نحو فلسطين 33 سنة من هذا العمل اللي ما عم بيوقف واللي هو مبدأه ومسيرته واضحة بالنسبة لألنا اللي هو توجيه البوصلة نحو عدو هالأمة هيدا واللي نحنا منفكر فيها اللي نحنا من آمن بهذا الخط اللي هو أنه نوجه كل الناس بهالاتجاه هيدا وما يضيعوا البوصلة وما يخلقوا أعداء وهميين هيدا كانت مسارتنا من الأساس أنا وجوليا وهيدا اللي مكافيين فيها ومستمرين بإذن الله بطرس أضافة قائلا أن المقاومة أوجها عديدة للكلمة والموسيقى دور فيها قناة الميادين ما فيك أصلا ما تحترمه يعني مش عم بقلك هيك لأنه أنا هلأ على هوا عندك بس قناة على القليلة عندها موضوعية على قليلة حاملة هم المقاومة وهم الشعب العربي وهم الناس اللي هن مظلومين بكل العالم حتى مش بس بمنطقتنا العربية يعني فأكيد نحنا هيك و هيك محطة محترمة ما فينا إلا ما نكون أنه نقدم عمالنا عليها فجوليا كتير بتحترمها الشاشة و بتحبها وأكيد فعنا علاقة كتير خاصة و مميزة مع أستاذ غسام من جدو مع كل العاملين بالمحطة فدايما لما نعمل عمل هالأدى كبير و وطنى و بيحمل هالأهداف هيدا دايما منفكر أنه نبث هذا العمل على العقناة الميادين بين ثورة الخامس والعشرين من يناير و ثورة الثلاثين من يونيو تجنب المصريون سيناريوهات مثيرة للجدل و دخلوا في سيناريوهات أخرى مغايرة و في الذكرى الخامسة لثورة الثلاثين من يونيو كيف يمكن النظر إلى نتائجها و أسبابها و خلفياتها هبا محمود سريعا رفع المصريون البطاقة الحمراء في وجه حكم الإخوان المسلمين وسريعا تلقفت المؤسسة العسكرية الإشارة موجة الغضب المشتعلة في يونيو حزيران الناري عام 2013 أصبحت ثورة تحت اسم تصحيح المسار و طبعا هذا الاسم لمن يؤيدها أما الاختلاف بشأنها فهو قائم أيضا صحيح أنه يوجد مصريون غاضبون من حكم الإخوان المتهم بأنه سمح بتفشي الإرهاب داخل البلاد و دعم المسلحين خارجها و لاستأثار بالدولة و مفاصلها و ضرب المؤسسة العسكرية ولكن هناك أيضا مصريون يرون في مجر انقلابا على رئيس منتخب و إعادة للعسكري إلى الحكم بدعم خارجي ترافق مع تنازلات سياسية يتحمس كثيرون الاعتبار أن ثورة الثلاثين من يونيو قد فككت لغم السيناريو الأكثر سودوية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط الذي استهدف زعزعة مصر من خلال ضرب لجيش المصري ولكن يؤخذ عليها أيضا أنها أعادت إلى الواجهة الأحادية التي حكمت مصر منذ عقود طويلة وهي أحادية المؤسسة العسكرية تحت بدلته المدنية يرى كثيرون أن عبدالفتاح السيسي لم يخلع بزته العسكرية إذ استخدم سياسة الإقصاء تجاه عدد كبير ممن رفضوا هذه الثورة وحتى ممن دعموها وابتعدوا عنها لاحقا من دون إغفال الإعلام الذي لعب دورا في تمهيد الطريق لحدوث ثورة ثلاثين يونيو أولا ووصول السيسي للرئاسة ثانيا إلى قبول قراراته الرئاسية ثالثا حدثت ثورة ثلاثين يونيو من دون أن تستعيد مصر دورها الاستراتيجي مع مبادرات خجولة لا ترقى إلى الدور الريادي في ملفات مفصلية عديدة ولكن لا بد في المقابل من الجزم بأن مصر استطاعت وقاية نفسها مما تعرضت له جاراتها العربيات واستطاعت تجنب نفسها خرابا كارثيا كان سيمتد إلى كل المنطقة ومنعت السلطات المصرية رئيس حزب الأمة السودانية الصادق المهدي من دخول البلاد قبل أن يغادر إلى بريطانيا بيان حزب الأمة ذكر أن المهدي احتجز عشر ساعات في مطار القاهرة بسبب مشاركته في اجتماعات ما يسمى نداء السودان المعارض مع الحكومة الألمانية لبحث الأزمة السياسية في السودان ووصف البيان ما جرى بالاملاءات الخارجية في الشأن الداخلي السوداني لقي عشرون شخصا على الأقل مصرعهم بينهم أفراد من أقلية السيخ وأصيب عشرون آخرون بتفجير وسط مدينة جلال أبات شرق أفغانستان مصادر حكومية وأمنية ذكرت أن انتحاريا استادف مركبة كانت متوجهة للقاء الرئيس أشرف غني ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الدموي لقي أربعة وأربعون شخصا مصرعهم جراء سقوط حفلتهم في واد بمنطقة جبال الهملايا شمال الهند ووفق مصادر الأسعاف فإن عددا آخر أصيب بجروح فيما لا تزال أعمال الإغاثة مستمرة وتعد الطرقات في الهند من الأخطر في العالم التي تتسبب بحوادث قاتلة ولسيما في الشطر الواقع في جبال الهملايا في فرنسا انتقدت المنظمة غير الحكومية سياسات الأوروبية الرامية إلى الحد من انقاذ اللاجئين في البحر المتوسط مؤكدة أنها ستستأنف العمل بالرغم من قرار المنع الأوروبي نحتاج إلى وقت لنفهم قبل أن نعود إلى البحر وأولويتنا العودة بأسرع وقت ممكن فمئات الأشخاص غرقوا مؤخرا مذ منعت القوارب الإنسانية من أداء مهماتها لذا فأن من أولوياتنا العودة إلى العمل وبالفعل فأن فرقنا تستعد لذلك الإعلان الأوروبي هو أقل من واضح ولا رؤية لديه حول هذا الأمر لا يمكنه القول أن هناك سلطة تنسيق الليبية وأنه سيكون هناك موانئ آمنة في المستقبل هذا غامض جدا ويناقض القوانين الملاحية والإنسانية وفي الولايات المتحدة تستمر التظاهرات في عدد من المدن احتجاجا على سياسات الهجرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب كما شهدت المدن المكسيكية تظاهرات مماثلة احتجاجات جديدة في المدن الأمريكية لم تحركها إلا السياسات النابعة من البيت الأبيض والطاعنة منها في البعض الإنساني خصوصا سياسة الهجرة التي يتبنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي ينص أحد بنودها على فصل الأطفال عن أبائهم يغضب الجميع هنا ويجحض المزيد من مشاعر المتعاطفين مع المهاجرين في سان فرانسيسكو وشيكاغو ولوسانجلس ونيويورك تخرج التظاهرات وتصل حتى إلى المكسيك أحد أكثر البلدان تضررا من قسوة القانون منذ أن تولى دونالد ترامب منصبه بدأت سياساته الكراهية كانت هناك المزيد من عمليات الترحيل وأصبحت السياسات تمنع الناس من الهجرة نطالب بوضع حد لسياسات ترامب العنصرية فترامب يرى أن الهجرة تعزز الجريمة مطالباً معدم التسامح مطلقاً مع المهاجرين غير الشرعيين سياسته الجديدة أدت إلى انفصال أكثر من ألفين طفل عن أهليهم ما تسبب في غضب أبدأ حتى حلفائه في البيت الأبيض هنا على طول جسر الباسو دي نورتي الدولي في ولاية تكساس تظاهر العشرات أيضاً ضد سياسة ترامب بشأن الهجراء في هذا الجسر رفض الكثير من طالبين اللجوء أعتقد أن هذا لا ينتهك القانون الدولي فحسب بل القانون الوطني أيضاً فكرة وجود العائلات التي تبحث عن الحماية هؤلاء الضباط هنا يطالبونهم بالرحيل أعتقد أن هذا أمر غير إنساني المتظاهرون في العاصمة واشنطن على خط الغضب والاستنكار نفسه إن إنشاء معسكرات الاعتقال ووضع الأطفال في أقفاص أمران مثيران للشمئزاز هما خطوة نحو الإبادة الجماعية إنه أمر مخيف جداً نحو ثلاثين ألفاً تجمعوا في قلب العاصمة بعدما طعن ترامب قلب الأمومة والأبوة بسياسته الجديدة إنها أكبر تظاهرة تعرفها العاصمة منذ ثماني سنوات خلت حينها خرج المتظاهرون بوجه إدارة أوباما لإصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة قصة خلبرتو مارتينيس هزت الرأي العام العالمي حجز بطاقات مباريات كأس العالم لعائلته لكنه وصل إلى روسيا وحيداً بعدما فقد زوجته وابنه وابنته في حادث مروع الميادين التقت الرجل المكسيكي قبل دقائق من مغادرته إلى بلده يسير خلبرتو مارتينيس وحيداً فيما كان يجب أن يكون محاطاً بزوجته وابنه وابنته ليتابعوا معاً كأس العالم الخطة تغيرت كلياً بعدما انقلبت حياة الرجل المكسيكي رأساً على عقب فمات في التفاصيل كنت أخطط للوصول إلى كأس العالم مع عائلتي ولكن بسبب حادث مأساوي في الثامين والعشرين من نيسان أبريل الماضي توفيت زوجتي وابني وابنتي لقد ارتأيت أن أبقى على مشروعي الذي خططت له معهم وأعيش اللحظاتي كأنني معهم اليوم بالنسبة إلي ينتهي المونديال وأعود إلى منزلي أعود بهدوء مع الكثير من العواطف ومع ألم كبير ولكنني أنجزت ما كنت أتمنى أن أحققه معهم العالم بأسله وقف إلى جانبي خلبرتو ورسائل الدعم أتت من تشكيلة منتخبي بلاده كان قلبي معهم لحظة وقوع المصيبة وأنا أعاني من الألم الكبير لكن شئت أن آتي إلى هنا وأتابع مواجهات المكسيك كما كانوا يتمنون لأشعر بوجودهم إلى جانبي وقد شعرت بالدعم الكبير حين تلقيت رسالة وصلتني عبر واتساب من حارس مرمى المنتخب المكسيكي وقدم إلي التعازي وأنا بدوري حولت له رسالة كان قد أرسلها إلي ابني يبدي فيها حبه الكبير لللاعبين دييغو الملاك الصغير كان يحلم بمشاهدة نيمار لكن القدر جعله يراه من مكان آخر إلى جانب حب ولدي لمنتخب المكسيك كان يعشق فريق برشلونة وتحديدا كان يحب ميسي ونيمار لذا خططنا لحضور مباريات البرازيل والأرجنتين وقد حققت له هذا الحلم لأنه طوال الوقت هو في قلبي لذا وضعت اسمه على القميص إلى جانب بطاقته لدخول الملعب وقد تذكرته كثيرا حين سجل نيمار وكوتينيو هدفي البرازيل هذه كانت أفضل وسيلة لأشعر به إلى جانبي لكنني شخصيا لم أستمتع يشد خيلبرتو الرحالة متوجها إلى منزله في المكسيك فماذا يخطط للمستقبل؟ للمستقبل أخطط لإنشاء مؤسسة وقد بدأ هذا المشروع وأطلقت عليها اسم فيروديا جوميا وهي أسماء زوجتي وابني وابنتي وهي في طور الإنشاء وهي تعنى بإطلاق مواهب كروية تخليدا لحب أولادي وزوجتي لكرة القدم بعد وقوع المصيبة ماذا هي نصيحة خيلبرتو؟ يجب دائما التحلي بروح المسئولية بعدم القيادة تحت تأثير الكحول واحترام حدود السرعة المسموح بها ولكن ما يمكن أن أنصح به الناس هو أن يعيشوا كل يوم سعداء وأن لا يحزنوا على أمور لا تستحق الحزن لأن الحياة قد تنتهي في لحظات قليلة أنا تبدلت حياتي بلحظة واحدة رأسا على عقب وأشكر الرب على كل شيء أنا قدمت إليهم كل شيء وصولا إلى متابعة المونديال وهو كان حلمهم كما قلت لك إن كأس العالم انتهى بالنسبة إلي وسأعود بسلام لأن آخر حلم قد انتهى سأتابع حياتي نحو الأمام لأنها لن تتوقف ودائما سيبقون في قلبي هؤلاء هم الملائكة المكسيك بكت على وفاة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة الذين باتوا ملائكة في السماء بحسب الوالد المفجوع حين يعرض هذا التقرير على الهواء يكون خيلبرتو في الأجواء بين روسيا والمكسيك هناك فوق الغيوم سيتذكر زوجته وابنه وابنته ليؤكد المقولة الفنية الشهيرة للأخوين الرحباني تار الأحبة على غفل بفدلو بلا ما يوضعون مايكشل هو من العاصمة موسكو الميادين تسلاغريماس اسمو امورتانتي بارامي وابراسو عميغو مؤذفر فعلا تذكير بالعنوين هذا العلم الذي يرفع لأول مرة في هذه البلدة بعد حوالي سبع سنوات تقريبا الجيش السوري يرفع العلم الوطني وسط داع البريف درعا ومسلح بصر الشام يوافقون على التسوية مع الحكومة السورية صنع تنفيه إيقاف التحالف السعودي حملته العسكرية على الساحل الغربي وتؤكد أن أعلن الإمارات محاولة لكسب الوقت ترامب يهدد بمعاقبة الشركات الأوروبية إذا تعاملت مع طهران ويتهم أوبيك بالتلاعب بسوق النفط جوليا تحيي المقاومة بوجه الاحتلال في عملها الجديد إلى النصر هي وزياد بطرس الميادين هذا العمل أحد أوجه النضاء المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية ألقاكم بعد قليل ترجمة نانسي قنقر